إنها معلمة الرجال، الصديقة بنت الصديق، القرشية التميمية المكية، أم المؤمنين، زوجة سيد ولد آدم، وأحب نسائه إليه، وابنة أحب الرجال إليه، المبرأة من فوق سبع سماوات. ثبت في الصحيحين أن عمر بن العاصر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال فمن الرجال، قال أبوها إن هذه الصحابية الجليلة قد تتلمذت في مدرسة النبوة، مدرسة الإيمان ومدرسة الفرسان، تولاها في طفولتها شيخ المسلمين وأفضلهم أبوها الصديق، ورعاها في شبابها نبي البشرية ومعلمها وأكرم البشر وأفضلهم زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت من العلم والفضل والبيان ما جعلها تخلف في التاريخ ذويًا تتناقل أصداءه العصور. وفي البيت المتواضع بدأت عائشة رضي الله عنها حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستظل هذه الحياة الطيبة حديث التاريخ. وفي بيت الزوجية غدت عائشة رضي الله عنها معلما لكل امرأة في العالم على مر العصور، لقد كانت خير زوجة كريمة النفس كريمة اليد، صبرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الفقر والجوع حتى كانت تمر عليها الأيام الطويلة، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار إنما كانا يعيشان على التمر والماء. ولما أقبلت الدنيا على المسلمين أوتيت مرة بمئة ألف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلها وليس في بيتها شيء، فلما أمست قالت يا جارية هل أمي فطري؟ فجاءتها بخبز وزيت ثم قالت الجارية أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتدي لنا لحما بدرهم نفطر عليه؟ قالت لا تعنفيني لو كنت ذكرتني لفعلت، لقد كانت عائشة رضي الله عنها زوجة اهتمت بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغت من العلم والبلاغة ما جعلها تكون معلمة الرجال ومرجعا لهم في الحديث والفقه، قال الإمام الزهري رحمه الله لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، وعن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قيل له هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض؟ قال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، ومن أهم المواقف في حياة أم المؤمنين حائشة رضي الله عنها موقف التهمة الشنيعة التي اتهمت بها حادثة الإفك، ذلك لأن نفوس المنافقين الذين رأوا انتصارات المسلمين تتوسع يوما بعد يوم لم تسترع، ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أنمقتهم مجتمعهم، فأرادوا بزعمهم أن يوجهوا ضربة قاسمة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحدثوا في الصف المسلم فرقة وشقاقة، فرموا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق بالبهتان العظيم، ولقد كان عبد الله بن أبي بن سلول قد تولد النفاق والحسد في قلبه من أول يوم سمع فيه بالإسلام، وطفق يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام المكدة تلو الأخرى، ولكن حكمة الله تعالى كانت له وللمنافقين بالمرصاد، فكانت تلجمهم وتكبتهم، لقد كان لحادثة الإفك وقع أليم على قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومرت عليها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيت البكري الصادق أوقات قاسية حرجة، انتدت إلى شهر من الزمن حتى نزل القرآن الكريم بالبراءة للعفيفة الشريفة، وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة للصحابي الجليل صفوان بن المعطل الذي رمي بالحديث الآثم، كما وسمت المنافقين بميسم الزور والبهتان الذي يلاحقهم إلى النهاية، كانت هذه الحادثة في غزوة المريسع سنة خمس من الهجرة، وعمر عائشة رضي الله عنها يومئذ 12 سنة، وها هي عائشة رضي الله عنها تحدثنا عن هذه الحادثة المؤلمة مفصلة فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين لسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج سهمي، فخرجت معه بعدما نزل الحجاب، وأنا أحمل في هودج، وأنزل فيه، فسرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، ودنونا من المدينة، آتنا ليله بالرحيل، فقمت حينئذ، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت حاجتي أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ضفار قد انقطع، فالتمسته، وحبسني التماسة، وأقبل الرهض الذين كانوا يرحلون بي، فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذا كخفافا لم يثقلهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكروا خفة المحمل حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجدت منازلهم، وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزل الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة غلبتني عيني، فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي، وراء الجيش يتفقده فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفت، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، فأناخ راحلته فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الضهيرة، فهلك من هلك فيه، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولم أشعر بذلك، ويريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطفة الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي فيسلم، ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، فانطلقت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن المطلب، فأقبلت أنا وهي قبل بيتي، قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرضها، فقالت تعيس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرة؟ قالت أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما ذاك؟ فأخبرتني الخبر، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي، ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي، فجئت أبوي فقلت يا أمتاه، ما يتحدث الناس، قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر، إلا كثرن عليها، فقلت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا، فبكيت الليلة حتى لا يقرأ لي دمع ولا أتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، حتى استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك، ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أم غصه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر، يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ، فقال يا رسول الله، إن كان من الأوسي ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج، أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال كتبت العمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال، كذبت لعمر الله لنقتلنا، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتشاور الحيان الأوس والخزرج، حتى سكتوا وسكت، قالت فبكيت يومي ذلك وليلتي، لا يقرأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي، وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم، ولا يقرأ لي دمع، حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، فبينما هم جالسان عندي، وأنا أبكي، استأذنت علي مرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم، ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء، قالت فتشهد، ثم قال أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب، فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه، فلما قضى مقالته، قل صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله فيما قال، قال، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت، ما أدري ما أقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت وأنا حديثة السن، لأقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت فاتجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله تعالى يبرئني ببراءتي ولكن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولشأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في أمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى نزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاد من ثقل القول الذي ينزل عليه فلما سري وهو يضحك قال يا عائشة أما والله لقد برأك الله فقالت أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وأنزل الله براءتها في سورة النور وبرأها الله من فوق سبع سماوات قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا وهي التي كانت تساميني من أسواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك وهكذا أكرم الله تعالى المؤمنين بفضله ورد كيد المنافقين إلى نحورهم وتوفيت عائشة رضي الله عنها ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة ثمان وخمسين من الهجرة وهي ابنة ست وستين سنة ودفنت بالبقيع من ليلتها بعد صلاة الوتر فرضي الله تعالى عن الصديقة بنت الصديق وأكرم في جنات الخلد مثواها ورزق المسلمين الاقتداء بها والسير على طريقها